ايضا لما نيجي نتكلم عن القيم والاخلاق في مصر الارضيمة هنصطدم بهذا الاسم ايه الفارق بينهم ايه حكاية بتاع حتب وماذا قدم للحضارة المصرية جميل ده سؤال جوهري جدا يعني الماعت احنا تكلمنا عنها وعن قوارينها ومبادئها والأسس بتاعتها وازاي المصر كان ملتزم بيها وهي يعني بينفع نفسه كل ما يخالف الماعت في الاعترافات الانكارية اللي هو كان بيقولها قدام حكامة الارضة ما عملتش ما عملتش ما عملتش ما عملتش يعني هو التزم بيه المبادئ نفسها اه بالزبط بالزبط فالجزء التاني بتاع حتب دوة حضرتك بقى والسادة المشاهدين ده اقدم تعاليم انسانية في تاريخ البشر كل البشر في العالم كله في العالم كله يعني يا دكتور دك قبل بقى فلسفة يونانية وفلسفة وقبل اريستو وقبل افلاطون وكل ده ما قبل كل يوم موجود ولا كل يوم دور كان ديا اقدم فلسفة انسانية واقدم تعاليم ويعني كلمات بتتناول سلويجات الانسان وحياة الانسان وتوجهات للانسان صدرت من مصر القديم بتاع حتب ودلوقتي بتدرس في كل الدنيا باعتبرها هي البداية وهي الاساس اساس القيم الاخلاقية السلوك الانساني القويم هي السلوك الانساني القويم حتى ذكرتها دي لانه هو كل تعاليمه دي بردية مكتوبة بالخط الهيراتيقي وده احد خلط اللغة مصرية القديمة وبتنص بقى على القيم السلوكية للانسان نفسه وبتنول فيها اول حاجة حب الوطن والدفاع عن الوطن والتزام الانسان حاولين مسؤولية حاولين مسؤولية الوطن وكمان جزء تاني عن الاسرة بقى يا سلام لما بيحس الشباب يعني اذا كنت كفا ممتازا باللغة المصرية القديمة يعني اسس بيتك وتزوج واطعم زوجتك واكسي زهرها واشبع بطنها وفي ان الدهان العطري خير هدية لها اذا اردت الحكمة فحب شريكة حياتك واعتني بها قربها من قلبك ده الستات هتحب بتاع حطب قوي لانه كان يوصي بتوصيات جدا وحاجات كلها خاصة بالسلوكيات اليومية التاني حاجة دور الام ويتكلم ويركز جدا على دور الام وهميتها في الاسرة واحترام الام وتبجيلها ده كله بالنسبة للتعامل في المؤسسات الادارية اذا كنت لو كان موظف بقى ازاي عامل الرئيس والمرؤوس والعلاقة ما بينهم حتى فيه ادابة طعام والجلوس للمائدة تخيالي بقى يعني قبل الدينة دي كلها ما بفي عندها اصلا بروتوكولات للأكل والتيكيت خذ ما يقدم لك حينما يوضع امامك لا تنظر الا الى ما وضع امامك طبعا لطعامك بس ما تبصش لطعامة الاخيرة وانظر بمحياك الى اسفل ايوه وتكلم فقط بعد ان يرحب بك فين بقى دي يعني كل اعلى مثال لاليتيكيت والبروتوكولات الخاصة بادابة جلوس للمائدة وتناول الطعام جات من عند بتاع حطب متهيالي 4500 سنة 4500 سنة تعليم بتاع حطب دي فضلت تتناقلها الاجيال وتتورصها الاجيال يعني دي احنا سمعناها في بيوتنا من جداتنا ومن امهاتنا ومن عماتنا هم ما يعرفوش انها جاية من 4500 سنة لكن هي اصبحت في سلو بلدنا اسلوب حياة هي اسلوب الحياة اللي نحبه اللي نحبه ولدنا يبقوا عليين حب اهلنا يبقوا عليين زميلنا في الشغل اذا هو ورس المصريين كل هذه القيم وترك اسمه على البرديات ومش لكن احنا عشنا نطبق الكلام حتى اللحظة اللي احنا فيها دي بنطبق تعليم بتاع حطب بكل الصور بتاعتها خلال بقى سلوكاتنا اليومية في كل حاجة بنعملها عندنا في الدولة حديثة تعليم تانية لواحد اسمه أمون إمقوبت واحد احد الحكماء المشهورين في مصر القديمة ده يتكلم بقى يعني كلام من اروع ما يكون عن برضو الاسرة والام والزوجة والابن والابنة والمجتمع والدولة وحسس شباب على التعليم ازاي ان هو يقبل على التعليم عشان كله شأن في المجتمع اللي هو عايش فيه ويكون مؤسر الكندي ودور مهم حتى ويوصي بقى بالام ويقوله افتكر ان ام مجدو انت صغير كانت بتاخدك من يدك تودك المدرسة وتجيب لك الاكل بنفس الفكر دوت ان يكون بار بالام وهكذا كل ما هو سلوك قويم ذكروا امونومت في العصر المتاخن كمان عندنا واحد اسم عنخ ششانقي تعليم بنفس الاسلوب بنفس الفكر عارفت شعر اسمه ده وانا بجمع المدرسة عنخ ششانقي عارفت شعر اسمه قلت هقول عليه وحد تاس هو الرجل ده يعني عندنا ايه كل فترة تاريخية عندنا تعليم من احد الحكوماء المصريين بتغطي الفترة دي كلها لحد بيجينا واحد تان نفس الكلام كلهم مصريين بيقدموا خلاصة حياتهم وخبرتهم وتجاربهم في الحياة من خلال تعليم للتهزيب السلوكيات والاخلاق عندنا مصر القديم